رسم الهمزة همزة الوصل همزة القطع تعد الهمزة من أكثر الحروف العربية التي تكتب ويخطئ الكتاب والعامة في كتابتها لذلك سنعمل على ضبط قواعد لغوية لرسمها الهمزة في أول الكلمة نوعان واحد همزة الوصل وهي همزة تنطق في بدء الكلام ولا تنطق في أثناء وصله بما قبله ولا يرسم فوقها همزة وتكتب هكذا مواضعها أمر الفعل الثلاثي مثال ذلك اقرأ ماضي الخماسي وأمرهما ومصدرهما مثال ذلك استمع استمع استماع استغفر 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 التعريف مثال ذلك المدرسة لمزيد من التوضيح إليكم الأمثلة التالية اسم ابن استجاب انهيار استلم استلام اثنين اشتد ارتحل امرأة في كل كلمة من تلك الكلمات نلاحظ أن الهمزة تظهر في النطق إذا لم توصل بما قبلها فإذا وضعنا حرف الواو واو أو الفاء فاء قبل كل كلمة من هذه الكلمات ثم نطقناها فتصبح هكذا نلاحظ أن الهمزة تسقط ولا ينطق بها ومثل هذه الهمزة تسمى همزة وصل اثنان همزة القطع وهي همزة متحركة تقع في أول الكلمة ينطق بها في بدء الكلام وفي وصله وتكتب على الألف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة ألف أب أخي أمر أم ألفة أكلة أجرة تحت الألف إذا كانت مكسورة إناء إسماعيل إيمان لمزيد من التوضيح إليكم الأمثلة التالية أهم أدهم إن أن أمر إبراهيم أم أب إلى بالنظر إلى هذه الكلمات نجد أنها بدأت بهمزة منطوقة فإذا وصلنا كل كلمة من هذه الكلمات بحرف كالواو أو الفاء أو الكاف كما فعلنا من قبل سيصبح نطقها كالتالي وأهم وأدهم وإن وأن فأمر وإبراهيم كأم وأب وإلى ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الهمزة بقيت ظاهرة في النطق رغم وصلها بما قبلها من حروف ولم تختفي وبذلك تسمى همزة قطع ملاحظة إذا أردت أن تفرق بين همزة الوصل والقطع قم بإدخال حرف الفاء أو الواو فإذا نطقتها كانت همزة قطع وإذا اختفت في النطق كانت همزة وصل مثال وواو أو فاء زائد إذا يساوي فإذا همزة قطع وواو أو فاء زائد أكتب تساوي فاكتب همزة وصل التمرين الأول أكتب الهمزة كما يجب زار نيسو حديقة الحيوانات البارحة فحدث خيه قائلا رأيت صدا في قفصه و اقبال الناس شديد لقد وجدت نسو ابنة الجارة هناك صحبة سامة الإجابة زار نيسو حديقة الحيوانات البارحة فحدث أخيه قائلا رأيت أسدا في قفصه وأن اقبال الناس شديد لقد وجدت أنسو ابنة الجارة هناك صحبة أسامة التمرين الثاني أكمل الفراغ بمفردة تبتدئ بهمزة أمي فطيرة لحم وكنت هذا الطبق الشهية حبا جمى وما تحلقنا حول المائدة حتى تناولت صحني و ها بسرعة فا مني أمي وهمست في أذني قائلا ما هكذا نلتهم الطعام الإجابة أعدت أمي فطيرة لحمة وكنت أحب هذا الطبق الشهية حبا جمى وما أن تحلقنا حول المائدة حتى تناولت صحني والتهمتها بسرعة فاقتربت مني أمي وهمست في أذني قائلة ما هكذا نلتهم الطعام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر